قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأمضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإيمان بالمعبود الواحد والإله الحق يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خلق الإنسان لهدف أيها الإخوة هذا الهدف والإيمان بالله ولكن الإيمان بالله لا يعني كما يظنه بعض الناس من الجهلة أنه إيمان بوجود الله فإذا كنا نؤمن بوجود الله ونعلم أن الله هو الذي خلقنا ونعلم أن الله هو الذي خلق الكون والإنسان والحياة وهو الذي يخلق لنا ما نحتاج إليه من رزق ثم نطيع غير الله فهذه والعياذ بالله تعالى كفران أسوأ من أن نقول لا إله والحياة مادة الإنسان أيها الإخوة خلق ليؤمن فإذا آمن فما هو جزاؤه وما هي حقيقة الإيمان هذه الآيات تبين أن الإيمان أن يؤمن بأن العبودية لله والطاعة له ويتحرر عن العبودية لغيره تبارك وتعالى ويؤمن بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة سماوية أرسله الله تبارك وتعالى ليقرر للبشرية أن إلههم إله واحد هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له يقول سبحانه إن الذين آمنوا ماذا قال بعدها وعملوا الصالحات ما هي الصالحات الصالحات الأعمال الصالحة كل حكم حكم به الله وكل أمر أمر به الله والأعمال الغير الصالحة كل أمر أمر به شياطين الإنس والجن والإنسان في هذه الحياة لا بد أن يطيع نظاما ومنهجا لا بد أن يكون سلوقه منتظما بوضع اجتماعي فمن يضع هذا السلوق ومن يحدد هذه الأحكام في الحقوق والواجبات إما أن يحددها الله فيطيعها المؤمن وهي الأعمال الصالحة وأما أن يحددها المخلوقات من أهل الشهوات والمصالح ومن شياطين الإنس والجن فهذا فاعة لغير الله وكفر بأنعم الله يقول ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي أطاعوا الله فيما أنزل هذا العمل الصالح إذا آمنوا بأن الله موجود لا يكفي هذا لدخول الجنة فكل إنسان على وجه الأرض يؤمن ولو لم يقرب لسانه أن هناك سلطة هي التي خلقت وهي التي أوجدت ولا يمكن للإنسان أن يوجد بنفسه ولم يخلق الإنسان هكذا عبثا يعني يرمى وانتهى الأمر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنات الفردوس هي أعلى الجنة نزلا يعني منزلا ينزلون فيه ويتبتعون فيه ويعيشون فيه سعداء في جنة الخلد ما هو العمل الصالح وعمل الصالحات العمل الصالح له شرطان أيها الإخوة حتى يكون صالحا ينال المؤمن أجره عند الله أولا أن يكون موافقا لما أمر الله فإذا كان مخالفا لأمر الله حرم الله الزنا وهو يزني ويقول هذا عمل صالح أنا بساطة أستلزيت هذا ليس عمل صالح لأن هذا العمل ليس موافقا لشرع الله أيضا أن يمتنع عن الزنا لأن الله حرمه لا لأنه لا يستطيع أن يزني لأنه يعني فقد جهازه التناسل فهذا إذا ابتعد عن الزنا وهو يعلم أنه يريد أن يزني ويحاول أن يزني وكذا فهذا لا يفعل انتهاء عن هذا العمل من أجل الله أيضا الصلاة عندما أمر الله بالصلاة ينبغي أن يكون عمله موافقا لأحكام الصلاة التي شرعها الله ورسوله هذا شرط أول الشرط الثاني ينبغي أن يصلي امتثالا لأمر الله لا ليراه الناس يصلي ولا لغرض آخر مثل الذين كانوا يدخلون عندنا المسجد يحضروا دروسنا يصلوا يحضروا دروسنا ولكن لا يدخل للصلاة نحن نعلم أنه لا يصلي ولا يعتقد بالله ولا بطاعة الله يدخل ليكتب تقارير عنه فهذا دخل وسوى أعمال الصلاة ومعلمين عليها وركع وسجد معنا ولكن صلاته غير مقبولة لأنه لم يدخل ليصلي إنما دخل لا لوجه الله لا ليصلي لله ولا امتثالا لأمر الله إذن العمل الصالح لا يعتبر صالحا إلا بشرطين الشرط الأول أن يوافق شرع الله والشرط الثاني أن يكون مخلصا لله فعله انتثالا لأمر الله لا لتحصيل دنيا ولا رياء أمام الناس هؤلاء الذين يعملون الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزلة خالدين فيها لا يغعون عنها حولا لا يريدون التحول عنها إلى غيرها بل هم سعداء مسؤولين فيها قل لو كان البحر تنتقل الآيات لبيان علم الله لتعطي دليلا لماذا يستحق الله الطاعة وحده وأما المخلوق فلا يستحق الطاعة طاعة المخلوق لا تصل إلى سعادتك لا في الدنيا ولا في الآخرة أما طاعة الخالق توصلك إلى سعادة الدنيا والآخرة لأن الله عليم بكل شيء خبير بكل شيء حكيم في كل شيء خلق لك ما يحدد لك سعادتك ويجعلك سعيدا في الدنيا قبل الآخرة لماذا لأن الله عليم بكل شيء ويضرب الله لنا مثلا على علمه الواسع الذي أحاط بكل شيء ولا يتناهى علم الله فيقول سبحانه قل لو كان البحر مدادا المداد الحبر الذي يكتب فيه في قلب تكتب الحبر وتكتب فيه فهذا الحبر اسمه مداد قل لو كان البحر البحر أي بحر معرف الألف والله ثلثين كرة الأرضية بحر لو كان هذا كله مدادا لكلمات الله ليكتب فيها علم الله ثمارك وتعالى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا في أي أخرى بمثله ومثله لو جئت مرة ثانية أو ثالثة من بحار أخرى مثل هذا البحر مداد لكلمات الله لم تنفذ كلمات الله لأن البحر له نهاية ينفذ ولكن علم الله لا ينفذ حتى تتصور هذه القضية أيها الأخ المؤمن أيها المسلم الذي تفهم وتفكر بعقلك علم الله نحن علومنا نعنى مظاهرة من الحياة الدنيا علم الله يحيط بالأفلاك والأقمار والنجوم والكواكب لا يستضم نجم بنجم ولا قمر بقمر شيء بشيء كل في فلك يسبحون كل نجم من النجوم فيه ملائكة فيه كذا كل الأرض وما فيها من مخلوقات وحيوارات هذه المخلوقات والحيوارات لا يستطيع إحساؤها أحد والله محيطا بعلمها جميعا وهو يسيرها بحياتها وغرائزها وولادتها وموتها وسلوكها هو سبحانه وتعالى يسير كل شيء فعلمه محيطا بكل شيء بما كان وبما يكون وبما لم يكن فلذلك علمه لا يتناهى سبحانه وتعالى هذا العلم الذي لا يتناهى عند الله معنى ذلك أنه إذا أرسل لك تشريعا أيها الإنسان فتشريعه هو الذي فيه الحكمة وفيه السعادة لك إن رفضته لم تضر إلا نفسك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم يبين في آخر سورة الكهف رسولنا صلى الله عليه وسلم باختصار ما هي مهمته وما هي رسالته إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس جميعا إنما أنا بشر مثلكم خصني الله بالوحي واختارني لينزل علي وحيه هذه مهمتي ما أتميز عنكم بشيء أبدا من البشرية وإن كان هو أفضل خلق الله على الإطلاق بالفضل عند الله لأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتقانا جميعا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ماذا يوحى إلي ماذا خصه الله تبارك وتعالى خصه بالوحي ما هو الوحي الذي جاء به الأنبياء جميعا قبله يوحى إلي إنما أهدات حصر إلهكم إله واحد معبودكم واحد تتحررون عن العبودية لغيره أيا كان لا أب ولا أخ ولا شهوات ولا بلك ولا عظيم ولا زعيم كل هؤلاء إذا كان عملهم وسلوكهم وأوامرهم موافقة لشرع لا تطيعون وهذا هو الذي يحدد الضمان لعدم الزيغ للبشرية هذا هو القرآن طاعة الرسول الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيكم مثال عندما كان عمر بن خطاب يخطب ورأى أن الناس غالت في المهور صارت تعطي المهور كثيرة هذا يتباهى أعطي كذا وهذا يتباهى بنته مهر كذا وطبعا غلاء المهور يوجد عقبة في الزواج والبنت يريد أن تتزوج والشاب يريد أن يتزوج فإذا كان المهر لا يملكه ولا يستطيع أن يملكه إلا بعد فترة فسيحرى من الزواج وإذا امتنى عن الزواج البنت لا تتزوج ففكر عمر رضي الله عنه بتحديد المهور فخرج على المنبر وقال إني أريد أو كما قال أن أجعل كل مهر زاد عن مهر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه وأجعله في بيت الماء للمسلمين يعني صادره حتى لا يتباهى الناس في المهور ولا يزيد المهور فخرجت إليه امرأة امرأة عجوز تضرب بعكازها على الأرض قالت له أنا لك أن تفعل ذلك يبن الخطاب والله سبحانه وتعالى يقول وإن آتيتم إحداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيئا أفتأخذونه بهتانا وإثما مبينا قال عمر رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطى عمر ويروى عنه أنه قال كل الناس أفقه منك يا عمر يعني انتبالك فمانا هذه الخطيار المسنة تفهم أكثر منك هذا هو القرآن أيها الإخوة الذي يطبط سلوك الناس الذي يخوفنا أعداء الله من تطبيقه تطبيقه سعادة لنا لو كان هذه المرأة في ظرف لا يوجد فيه القرآن وتقول لحاكم الحكام الطغاة اللي هو في نظر الناس والدعايات والإعلام التي تسحر الناس وتجعلهم يظنون كما قال بعضهم أنت تحكم الدنيا كله أين دنيا ولا يحكم إلا هو محكوم من قبل اليهود بشكل غير مباشر ومن قبل حكوماء صهيون فيجعلون له هالة أنه هو ويفهم ويحكم لا يفهم شيء ولا يحكم شيء وهو محكوم لو أن مرأة أو رجلا يقول لواحد من هؤلاء الحكام ما يحكم لك أن تعمل كذا لا ينبغي أن تعمل كذا يقول له لا خراسه لكن تفهم أكثر من هذا الطاغوت تقوم عليه الدنيا وإذا كان عنده شيء من الديمقراطية بسهوة ديمقراطية ليس الديمقراطية يسكتون عنه وينتظره كلاب هذا الطاغية كلاب السلطة على الباب فلا يرجع إلى بيته ينزل إلى قوية التعزيب ولك أنت عم تعارض مولانا السلطان أنت 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 هذا ليس سلطان وليس حاكمان إنما هو إله فالحكم الصحيح الذي فيه حرية الإنسان حكم القرآن عندما يقف الحاكم والمحكوم خاضع للقرآن ولذلك عندما يوجد حكم ديمقراطي في بلادنا لاختيار من يحكمنا لا من يحكمنا بمعلى أنه يوجد الأحكام ينبغي أن نرجع إلى حكم الله وإلى أمر الله الذي لا يستطيع إنسانا إن يعبث فيه أو يغير ولكن الحكم لله والجهة المنتخبة هي تساعد الحاكم على تنفيذ أمر الله فإذا زل أو ظلم أو أنحاز توقفه عند حده هذه مهمة الحكم في الإسلام وبهذا يتحقق السعادة لمن يحتكم بهذا القرآن وهو يكون بحق مطيعاً للخالق متحرراً للعبودية عن العبودية للمخلوق قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه اللي يعتقد أنه يحاسب ربه يوم القيامة ماذا يعمل؟ فليعمل عملاً صالحاً ما هو العمل الصالح؟ أشارت إليه آخر الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحداً فالعمل الصالح كما قلت قبل قليل يجتمع فيه شرطان الشرط الأول أن يوافق أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ حكم الله والشرط الثاني أن يعمل هذا العمل مقلصاً لله لا لمصطحة أخرى يشرك فيها مع الله من الرياء أو أشياء أخرى فلن يعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً والحمد لله ربنا كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر